السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقدم درسا في النشاط العلمي بعنوان الحيوانات تعيش في أوساط مختلفة هدف هذا الدرس سيكون كما يلي تصنيف الحيوانات حسب وسط عيشها لكن قبل كل هذا أعزاء استغار يجب أن نتذكر ما درسناه السنة السابقة حول التغذية والسلوك الحيواني السلوك الحيواني هو قدرة الحيوان على البحث عن مصادر الغذاء واختيار ما هو أفضل وموجود في البيئة التي يعيش فيها وكما نعلم فغريزة الحيوان للبقاء تدفعه إلى البحث عن الغذاء واستهلاكه لاحظ معي الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة ماذا تبادر إلى ذهنكم؟ نعم الحيوانات تعيش في أوساط مختلفة لكن لماذا؟ لنفترض أن الحيوانات تعيش في الوسط الذي يوفر لها تغذية ملائمة أو ربما تعيش في الوسط الذي يوفر لها تنفس بسهولة أو تعيش في الوسط الذي تنتقل فيه بسهولة دعونا نتفق على أن الحيوانات تعيش في الوسط الذي تتنفس فيه بسهولة لنتحقق لدينا الأسماك كما نعلم فالأسماك تعيش تحت الماء يدخل الماء عبر فم السمكة فتستقبله الغلاصم هذه الغلاصم تأخذ الهواء وترسله إلى باقي الأعضاء داخل جسم السمكة وهنا لدينا خروف للخروف فتحة أنف، حنجرة، رئة يمنى، ورئة يسرى يدخل الهواء إما عبر فتحة الأنف أو الفم عبر الحنجرة يصل هذا الهواء إلى الرئة اليمنى والرئة اليسرى حسناً، املأ الفراغ بما يناسب إما بري أو مائي الحيوانات التي لها غلاصم تعيش في وسطين؟ بري أم مائي الحيوانات التي رها رئة تعيش في أي وسط؟ بري أم مائي فكر الحيوانات التي لها غلاصم تعيش في وسطين؟ مائي الحيوانات التي لها رئة تعيش في وسطين؟ حسناً لنتذكر أن الحيوان البري بالفرنسية حيوان مائي حيوان أكواتيك حسناً بهذا نستخلص أن الحيوانات تعيش في الوسط الذي تتوفر فيه حاشيتها وهكذا نميز بين الحيوانات البرية الحيوانات المائية والحيوانات البرمائية الحيوانات البرمائية هي حيوانات يمكنها العيش تحت الماء كما يمكنها العيش في البر وهي حيوانات تضع بيضها تحت الماء حسناً لنستمر ما تعلمناه اليوم في هذا التمرين سل بسهم كل حيوان بالوسط الذي يمكنه العيش فيه حسناً القط بالوسط البري الضفدع بالوسط المائي والوسط البري أيضاً أما السمك فبالوسط المائي الحصان بالوسط البري وبهذا يكون درسنا قد انتهى شكراً على انتباهكم اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة